السلام عليكم لبنات مرحبا بكم اليوم حبيت نشارك معكم هاد الوصفة تعشات وشوكولات في الضعب اول حاجة لازم تديروها انكم تسجو السينية بتاع الكاكا تديرو لها الزبدة والفارينة وتحطوها بجنب ومبعد تجيبو الميكسور تحطو فيه نص كاس تاع حليب وتزيدوه نص كاس تاع سكر تخلطوهم مليح حتى نيدو بالسكر ولازم تسجو احداه كاس زيت ونصف كاس كاكاو وكاس فارين وزوز عدمات صراحة يعني اسهل كعكة وقلد كعكة وابسط كعكة لازم تخلطي مليح وما تنسيش انك تحلي الفور على درجة 180 وتخليه يسخن بعد ما تخلطيه مليح وتحسي بلي السكر داب مليح تزيدي كاس زيت وتعاوضي تخلطيه مليح حتى يقول لك حتى يقول لك نوعا ما ثخينة تقول لك ثخينة الخلطة كما هاك ومبعد تزيدي لها نصف كاس تاع كاكاو اذا عند الكاكاو طبيعي زيدي نصف كاس اذا عند الكاكاو استيناعي عادة الكاكاو الاستيناعي يكون شوية غامق وداكن تقدري يعني تديري 4 كاس ولا حتى 3 معالق صغيرة تكفي وما تنسيش الفانيليا كمغرف صغيرة فانيليا ثم وتعاوضي تخلطيهم كامل مليح 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 مليحتان تحسيها تقلت عادة كما الزبدة هناك عادة الميكسور رتاعي صغير اقسمتها على نص الكاكاو نص خلطته ودرك عراني نكمل في النص الثاني الان بعد ما تخلطيهم مليح راح تبالكي معاكا جيبي المعذرة تجيبي الطبسي صغير وتقسمي حوالي نصف كاس تقريبا كاس تحطيها في جهة والباقي تعاوضي تحطيه تحطيه في باول في باول اخر كما راكي تلاحدي راهي تقريبا 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 كي الكريمة تقريبا 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 كل سريع تقريبا انضمي تقريبا وبعد ما تقسميهم تحطي النصف اللي حطيته في الصحن تحطيه في الفريجيدار باش يحكي مروحوا شوي حتى اللي مبعد والنصف الثاني باش تخدمي بيه العجينة تعالشيكولا اولا تجيبي العظمة تكسري عظمة واحدة وتخلطيها مليح بالعظمة بالعظمة كي تحسي باللي العظمة اللولة تخلطت مليح مع العجينة مع الكريمة تعاودي تزيدي العظمة الزوجة وتعاودي نفس الشي تخلطيها مليح ومبعد كي تحسي هم تخلطوا مليح تجيبي الستينر والصفاية وتحطي كاس فارين مع نصف ساشي ومبعد كي تحسي خميرة اذا حبيتها تجيك طالعه بزاف تقدري تديري ساشي كاملة الاختيار لك تحسي خميرة تصفيها مليح بيش ما تحصليش فيها بعد تجيك سهلة للتخلاط ومبعد تحركي شوية قبل ما تحلي الميكسر تخلطيها شوي بش ما تطيرش الفارينة منها من هيه ومبعد كي تحسي الفارينة دخلت في العجينة تبدي تخلطي وبعد ما تخلطي الحوايج كامل تزيدي حوالي الربع كاس الى اقل من الربع كاس ماء وهنا الماء بيش مبعد لاجينة تجيك نوعا ما هشة وفي نفس الوقت عندها واحد عندها واحد الالتساق كي تاكليها تحسيها شوشة ومهيش ناشفة تحسيها جاية يعني جاية يعني تماما مناسبة تماما ومبعد تحطي العجينة في السينية تفرديها مليح على السينية وبعد ما تفرديها مليح تخبطي شوية سينية على ال على الي طابل وين راكي تخدمي بش يطلعوا الفوقعات اللي هو يخرجوا البرع وحطيها في الفريجي دار مدة خمسة عشرين دقيقة وكل عشر دقائق شوفيها وفاقديها وما تنسيش تحطي الدخل يا اما موس يا اما شرفيت وسط العجينة بش تشوفيها اسكو ناشفة ولا مازال وبعد انا تقريبا اخذت معايا حوالي ثلاثين دقيقة حاولي انك ما تطيبهاش بالساف بش ما تجيكش ناشفة ويابسة وما تطيبهاش اقل بش ما تجيكش مطلوقة ومرخوفة من خمسة عشر دقيقة ثلاثين دقيقة راح تخرج لكيما هاك بعد ما تخرج لكيما هاك نص اللي حطيناه قبيلة في الفريجيتار وتمسحيه على وجه العجينة راح تشوفيه راح يبان شغول مقلاسي شغول كيل مرايا وراح واحد ووحده راح يتفرد على العجينة وصراحة يعني راح يخرج شكلها رائع مع انه ممكن مش واضح مليح بحكم الكاكاو شوية غامق بزاف ما راح تخرج لك رائع وتقدري انتي تتحكمي في الحلاوه تاها اما تديري كاس واحد مقدار تاها تاها السكر ولا تديري نصف كاس اذا حبيتها تجيك شوية حلوه مش بزاف وكيما تشوفي راح تديك ساهلة خفيفة شوشة متعطلكش في المول متعطلك في حتا حاجة وليك الاختيار حبيتي تزينيها بحاجة اخرى حبيتي تزيد لها كاكاو الفوق سكر الفوق حلوه كيما تحبي انا شخصيا نحبها كيما هك نحبها تكون فيها شوية ذيك المرارة كاكاو معها ذيك الحلوه الخفيفة صراحة كيما راكوا تشوفوا جاته شوشة وبنينا يعني نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ترجمة نانسي قنقر